ما بعد قضية فالونسيا في ملعب الميستايا والتي خطف من خلال هفين الأنظار ظهر مدرب ريال مادريد أنشلوتي كي يدافع من جديد عن فينيسيوس قبل مواجهة الفريق الملكي لرايو فاليكانو في الليغة كارلو ومن خلال مؤتمر صحفي قال لا أعتقد أنه سياترك إسبانيا لأنه ببساطة يحب ريال مادريد ويحب كرة القدم حبه كبير جدا للنادي وهو يريد أن يقضي مسيرته هنا أنشلوتي قال إن فينيسيوس حزين جدا لكنه تلقى دفعة هائلة أيضا من الدعم غير المشروط الذي تلقاه وحتى من المنافسين وأضاف كارلو في بعض الأحيان يلقي الناس اللوم عليه بداعي أنه مستفز وبسبب سلوكه كلمات الميستر كارلو جاءت بعدما ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على سبعة أشخاص في وقت سابق باتهمة تتعلق بجرائم كراهية مختلفة ضد فينيسيوس وتوجيه هتفات عنصرية ضد اللاعب البرازيلي خلال مواجهة فالونسيا في الدور الإسبانية في ملعب ميستايا يوم الأحد الماضية اشتركوا في القناة